بعد استعادة السيطرة على محافظة الأنبار أصبح التردد والخوف هو المسيطر على النازحين بالعودة إلى منازلهم بسبب غياب الاستقرار الأمني وافتقاد المدينة إلى جميع الخدمات الأساس لأكثر من سنتين ما زال نازح الأنبار يحلمون في اليوم الذي يعودون فيه إلى منازلهم سنتان وما زالت آمالهم معلقة في يد الحكومة العراقية بإصدار قرار عودتهم إلى مدنهم التي هجروا منها قصرا خوفا من خسارة أعمارهم على أيدي جماعات تلوثت أيديهم بالدم العراقي فاستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش على بعض المدن حلم تحقق بالنسبة لآلاف النازحين لكن حلمهم لم يكتمل فالعودة إلى منازلهم في المناطق المستعادة أمر معقد بدعوى الإجراءات الأمنية عودة النازحين إلى بيوتهم لا تقل صعوبة عن تجربة النزوح بكل ما تنطوي عليه من مشاكل فالمستقبل المجهول الذي ينتظر العوائل النازحة العائدة إلى ديارها كان السبب الرئيسي في ترددهم والخوف من العودة ناهيك عن افتقار المدن لأبسط مقومات الحياة من خدمات وماء وكهرباء وغياب ضمانات الاستقرار والأمان والله بصراحة أنا ما أقدر أرجع أولاً اتصالاتي هناك بالجيراني قالوا بيتك مشهول غراضة يعني فرد نوعب ما مخلي لك أبرا أسباب أمنية يعني ربما نرجع منها وترجع الأمور مثل ما قانت عليه ماكو ضمانات ما حاجة ضمن لك أنه وترجع تعيش بأمان الاستقرار مثل قبل ثاني شيء يعني أمور صحية يعني ربما مراكز طب ماكو منستشفيات ماكو أدوية ماكو فالخدمات الأساسية لم تكن وحدها العائقة أمام العوائل النازحة فالمصادر من داخل المدينة أكدت أن تنظيم داعش لا يزال يفرض السيطرة على بعض المناطق مما يجعل استمرار العمليات العسكرية والقصف عليها مستمراً إضافة إلى المخاوف من تغيير ديمغرافي نتيجة عملية النزوح القسري وعدم السماح للسكان الأصليين بالعودة لمناطقهم هناك مخاوف أيضاً من تغيير ديمغرافي تغيير السكان الأصليين يهجرون ويحل محلهم سكان آخرون فهذه أيضاً من مخاوفنا نحن كناشطين مدنيين خوفنا من هذا الجانب لا أحد من النازحين يريد البقاء في مخيماً للإيواء إلا أن صعوبة عودتهم إلى أماكن سكناهم تجعل البقاء في المخيمات هو الخيار الوحيد أمامهم